القراءة يعني انا شايفة للبعض يعني كتير ظاهر عندي منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت فيه توضع انفصال يا برج السرطان انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكم ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه تفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكم انتصال دا حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشادات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني كلام حاد بمعنى اصحة فيه غضب فيه كلام حاد آآ فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وآآ فيه ندم كبير فيه زعل آآ فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه آآ فيه آآ آآ زعل على على ذكريات آآ انت والطرف الثاني يعني زيلتوا قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوا لبعض دلل بعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او في اطراف تانية تدخلت في العلاقة. انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. اه الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح. عشان اكون صريحة معاكم. مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح. لكن في طرف ثالث. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. اه ممكن يكون كمان لبعضكم. اه حصل نقل كلام لك او للشريك. الكلام ده كان اه يعني عن طريق اه مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل اه يعني في امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيط. في حد منكم تاب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلاني. وهو حزيني. وهو مكسور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مبسوط ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي ماشي من العلاقة سواء انت. او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. اه ماشي زعلان وحزين وممم. ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصطحة قدامي حالين هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده مشيه. في حب عنده قوي جدا. لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شركة بتتعامل مع برج اسط. آآ 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عايز تدي وش تاني خالص وتدين نفسك بصورة تانية خالص. لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين. انت مسيطر انت قوي. انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة همود عندك. آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع. آآ في رجوع. آآ في رجوع. في حب متبادل. آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 تواصل تاني في الفترة اللي جاية. آآ هيحصل آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير. يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السرطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطفية اللي هو التينوف تانتكال. التينوف تانتكالت ده العلاقة ونكحة مستقرة. آآ فيها بتتيب آآ ماضي سيء وشاق جدا. كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا. كمان انتو بعضكم كان عندكم مشاكل مادية في العلاقة دي كمان. آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية. وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر. لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقرة او آآ انك تغير من آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكم آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة. آآ وحبي تغير من شخصيته. ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة. بس جات عليك بشكل سلبي. يعني تكون اديك اكتر من اللازم. فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا. آآ يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيامل معك ايه? هو الاول هيديك ايه? هو الاول هيامل ايه? هو الاول هيقدم ايه للعلاقة? بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل. يعني انت مش تعمل فعل بعد كده. ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله. وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية. آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي ميشي ده هو ميشي آآ لصفر آآ وميشي لصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد آآ الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير خصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكم آآ يعني الشام تعتشرك على العلاقة زي من تاني اللي على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزنه واتقاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في الكراءة دي فانا انت هو هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكم ارتباط قريب ان شاء الله يحسن خطوبة وكمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم انه هو شخص معروف معروف بالنسبالك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض من كل الوزيد للمنفصلين بواجه عامق على القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل القراءة للعزبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او في حب او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عامق او فيه رجوع آآ فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ آآ فيه آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحياة بتاعك جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطسية النصيحة في طاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنمش آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفة الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكر ش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليك آآ آآ يعني مش عارف تنين آآ آآ ممكن كمان تكون العلاقة الثلاثية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيزة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ آآ شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ نقدر نقول عليه آآ كويس لحد يعني الى حد الماء لحد الماء كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ حاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ 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 اكبر منك آآ أو يكون آآ 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 يعني آآ آآ حد التصد فيه أو آآ آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تتمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده عقل مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف آآ محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يقرر آآ فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد آآ يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون نصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج السرطاء